موسيقى مساء الخير هذه جولة جديدة من غرفة الأخبار على أبرز ما تناولناه من وراء الحدث فأهلا بكم موسيقى وسط الأحزان والمآس التي يعيشها الروهينجا بفعل الاضطهاد الذي يمارس بحقهم إلى حد وصل بالأمم المتحدة لوصفهم بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم تتجه الأنظار إلى الجالية البرماوية التي تعيش بسلام منذ عشرات السنين في المملكة العربية السعودية وقد سموا بهذا الاسم نسبة إلى بورما الاسم القديم لميانمار فما يقارب الربع مليوم واطن بورمي يعيشون في السعودية منذ نصف قرن هربا من عمليات التطهير العرقي والديني التي تعرض لها ليندمجوا في النسيج السعودي ولديهم حيثيتهم الخاصة فالمملكة لم تأل جهدا إذا المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمون روهينغا في ميانمار والتي عبرت مرارا وتكرارا عن إدانتها لاستمرار أعمال العنف في حقهم وما يعانونه من حالات القتل والاغتصاب والتعذيب والإخلاء القصري للسكان أخبار الآن التقت برمويين في جدة والله نحن كأفراد ما بيدنا شيء مع ذلك أنا من خلال هذا القناة المباركة مناشد جميع المسلمين رجالا يساءا كبارا صغارا أن يتضرعوا إلى الله عز وجل ويستمدوا العول من الله عز وجل فأن أخص أصحاب الأموال وأصحاب الأقلام أصحاب الأقلام يتفرقوا لهذه القضية كثير من الناس بإمكانهم أن ينصروا أركان وأهل الأركان إما بالأقلام إما باللسان أنا ما أقول أن ينصرهم بالسنان الأسلحة ترى هناك أهم من الأسلحة وأهم من الأمور هذه ترى بإمكانهم يتضرعوا إلى الله عز وجل وقال ربك مدعوني أستجب لكم أين أنتم من الدعاء؟ أين أنتم من القلم؟ أين أنتم يا أهل الإعلام؟ نحن نطالب ونناشد جميع دول الإسلامية يعاونون في الضراء والصراء في أمورنا الآن فنناشد غير المسلمين وأمم المتحدة على رأسهم كل شيء في عيونهم ظاهر ما نقول حرقوا حارات قرية كاملها أبادوا البشر كامل إلا هم مطلعين بالقمر الصناعي إثبات من دون ما نقول بالجوال شيء مثبت بالقمر الصناعي مدن قرية كمبلية تنحرق ويتهجروا ويصيروا لاجئين في بنغلاديش ما في من يموينهم حتى كاسة موينة بعد ما اندلعت الحروب في البلد النواشية حكومة المملكة العربية السعودية سهلت كثير أشياء كثير أشياء من حيث التعليمي الآن آخر ما وصل للنواشية تم تصحيح وضع وضع ثلاثة أربعين ألف طالب وطالبة ودمجهم في مدأس الحكومية مجانا في جميع المراحل هذا شيء يذكر فيشكر للحكومة السعودية الآن المحرق الأخيرة يوم 25 أغسطس 2017 المسلمون كانوا في استعداد للعضاحي والعيد يعني تاريخ اثنين من ذي الحجة فالناس ما كانوا يعرفون لكن في الليل جاء الجيش وقوات بورما بدأت إحراق قرى في الليل سهل 2 الناس ما كانوا يعرفون فصار أسبح الناس قتله وجرحه وفي الصباح عندما أيقظ الناس وجد هناك نيران مشتعلة في القرى وعدد كثير من الناس قتله وجرحه ففجأ الناس ومن هنا بدأت الهجرة الناس يشردون ويفجرون من هذه المحرقة الآن الناس وصلوا إلى حدود بنجلاديج أكثر من 600 ألف طبعا المقاطع والصور والأخبار تصلنا يوميا في لحظتها وقت حدوثها فإحنا كروهنجيين أنا أتكلم عن نفسي بالذات فعلا أحس وأحترق لهذه المعاناة التي عيشها أخواننا في بورما فقد ما نقدر أضعف الإيمان ننشر هذه الأخبار والمقاطع والصور في وسائل التواصل الاجتماعي ولدينا في الجالة البرموية هنا في المملكة العربية السعودية لنا مركز إعلامي متخصص تحرر الأخبار بلحظتها وتنشر في المواقع والصفحات الرسمية في تويتر وفيسبوك وإنستجرام وكل المواقع ومن القصص المحزنة التي استمعنا إليها تلك التي أخبرنا بها عبد الرحيم محمد حسين المواطن البرمي الذي يعيش في السعودية التقيناه في المركز الروهنجي في جدة أخبرنا قصة أخته التي كانت تعيش في ميانمار واضطرت للهجرة قصرا وترك بيتها بعدما أحرقت القرية بأكملها التي تعيش فيها عبد الرحيم وقصة مأساة جديدة أتحدث عن أختي التي من قرية غرها لي من أركان طبعا أهل هذه القرية فروا بسبب اطلاق النار وحرق المنازل من قبل الجيش البورمي وهم فارين من قريتهم من هذا الجحيم الأغلب منهم غرقوا وممن وجدناهم قتلى وحرق في الطرقات في بفاف الأنهار والبعد منهم ما نعلم عنهم حتى الآن وممن نجى أختي وهي الآن وصلت في الشريط الحدودي وحالتها حالة مأساوية جدا فصل مشاهدين نتابع بعده حلقة الليلة من غرفة الأخبار فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد تناوب قياديون من داعش على ابتزاز ومساومة عائلة موصلية على حياة ابنها درغام الذي كان يعمل صحفيا في مدينته حتى اعتقلته وحدة استخبارية تابعة للتنظيم بتهمة التخابر مع القوات الأمنية إلا أن الأمر كان خداعا إذ أخذوا يستنزفون أموال العائلة ومقدراتها مقابل الإفراج عن ابنها وعدم قتله مفاد أخبار الآن إلى العراق حسام الأحبابي التقى هذه العائلة وأعد هذا التقرير بعد أن تنفس السعداء على خلفية تحرير الموصل من احتلال داعش لم تكن الآلام التي تسبب بها التنظيم لعائلة أبو ضرغام الموصل قد شفيت من صدور أفرادها حيث قاسوا الأمرين على أيادي مقاتلي داعش المحليين والأجانب ابتزازا وتهديدا للحياة أجهوا بالليل ماخدين ابني الثاني يوم الصبح أجهاني واحد أنا بصراحة معرفهم يعني معرف اسمهم قال ابنك أنا أقدر أطلعه قلت له زين أنت شون يعني بأي طريقة راح تطلعه ابني لا عنده توبة ولم سوي له توبة أنا بعد قال حجي أنا بالنسبة لي أقول لك أنا أطلعه وأنا أجيب لك هو للبيت المقابل شنو قال مقابل 2500 دولار لم يكتفي مقاتل داعش من استنزاف عائلة أبو ضرغام ماديا ومعنويا فتناوبوا على ابتزازه ومساومته على حياة ابنه منذ أن أطلقوا سراحه مقابل مبالغ طائلة تضمنت إصدار ما يسميه التنظيم ورقة التوبة مقابل ترك ضرغام لحال سبيله لكنهم لم يفوا بوعودهم الزائفة فطالبوه حتى بممتلكاته الشخصية قلت له أخي والله إحنا إصلاح ما عدنا قال الآن ما مشكلتي ضرغام يبقى هنا يمنا تجيبنا البندقية وتجيبنا ال400 دولار وتأخذ ابنك وراها هم بفترة جاءوا وقاموا يتحججون عليه ساومونهم على فلوس فمنطيتهم 1500 دولار جاءوا علي يوم من اليوم الساعة واحدة بالليل دنيا شتا دقوا الباب قال لين ضرغام قلت له ضرغام ما موجود قال حجي لو أنا أخذ ضرغام لو تنطينا مسدسك الطارق قلت له المقابل قال المقابل حتى ما نأخذ ضرغام قلت له هذا المسدس أخوين داروا رأسهم وشوفهم طيب نهاية ابتزازهم لكم يعني هذا شنو كان نهايته مع ابنك ضرغام ومعاك انت شخصيا نهايته أن يريدون يعدمون كان ضرغام المعن كما يعرف في الوسط الإعلامي عمل صحفيا لأحدى وسائل الإعلام المحلية وهو ما جعله في نظر داعش مستهدفا فاعتقلته وحدة تابعة للتنظيم تسمى الكتيبة الاستخبارية بتهمة التخابر مع القوات الأمنية العراقية فتعرض لتعذيب ممنهج بهدف الاعتراف على زملائه الصحفيين أول من فتحققوا معايا سألوني على ربع الصحفيين فلان 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 وينهم قلت له ما أعرف عنهم أصلا حتى اتصال مقطو بينوا وبين قال يعني أشهم مقطو قلت له ما أعرف كل شي قاموا فوتوني بغرفة أعذيب بشتل وهذه إلى الصبح ما أترفت على كل أحد وفعلا أنا معرف ربع وين ربع يكونوا مهزومين خارج العراق أنا معرف وين طيب يعني أكو حد كان يرافق هذا المدعو اسمه أبو شهد نعم فرقة كاملة كان يترافقه منو كانت تعرف أسماء من عدو ما أعرف أسماء منهم أبو طلحة وبو الزبير وبو هاجر وبو عائشة وبو سارة ما أعرف أسماءهم الحقيقية بس أسماءهم الحرك يسمون اسم الحرك هذول كلهم كانوا معا بالفرقة بالما الاستخبارات داعش نعم كلهم كانوا معا بالفرقة بالاستخبارات داعش واللي عذبوني أبو الزبير وبو عائشة منذ الفترة الأولى لإحتلال داعش الموصل سعى مقاتلوه وقادته إلى ابتزاز الموصليين وإكراههم في أموالهم وأبنائهم دون أن يكترثوا لمصير عائلات وقعت ضحية أرهابهم وقمعهم فكشف الموصليون خديعة خلافاتهم المزعومة التي تحرروا منها أخيرا وفي مشهد آخر من مشاهد نفض غبار داعش أطلق متطوعون من شباب الموصل حملة لإعادة تأهيل مدينة ألعاب المدينة وتنظيفها بعد أن كان التنظيم يمنع أطفال المدينة من اللهو في متنفسهم الوحيد فضلا عن سرقته كل مقتنياتها لاستخدامها بأغراضه الإرهابية مراسل أخبار الآن ويسام يوسف يخبرنا التفاصيل إصرار أهالي مدينة الموصل على إعادة مدينتهم إلى طبيعتها مستمر من خلال تأهيل كافة مرافقها الحيوية واليوم يحاولون إعادة الحياة إلى مدينة الألعاب بعد أن سرق مقاتل داعش كل إمكاناتها التقنية الأجهزة السيطرة كلها انسرقت المخازم ما انسرقت القسم الفني والورشة الفنية كانوا عصابات داعش صورت شون يعني يستخدموها لأن سيطروا طردوا كل المنتسبين بالمدينة صورتوا سيطروا عليها فكانوا يعني يستخدموها فسرقوا كل العدد الفنية والعدد مقاتلوا داعش بعد أن سرقوا كل ما أتيح لهم من هذه المدينة واتخذوا من بناياتها مقرا لهم حيث قفلت أبوابها ومنع الأهالي من الوصول إليها حارمين أطفال المدينة من متنفسهم الوحيد لسنوات نحن صارنا ثلاثة سنين محرومين من وراء داعش محرومين من الألعاب وأشياء لازم ترجع المدينة ترجع الحياة ترجع المدينة نلعب بها ترجع الأمان الألعاب كلهم كسر أريدنا الألعاب جديدة أحسن من هذا رغبة أهالي مدينة الموصل في محوي آثار داعش من مرافق مدينتهم واضحة من خلال إقبالهم ومساهمتهم في تنظيف مدينة ألعابها لرسم البسمة على وجوه أطفالهم مجددا أهالي الموصل معتادين يتوجهون إلى المدينة للتفسح لكن طيلة أيام داعش كانت هذه المدينة مغلقة ما قدروا يصلوا لها فأحنا اليوم شباب متطوعين من مدينة الموصل فرق من ضوية تحت خيمة شبكة منظمات المجتمع المدني أطلقنا أكبر حملة لإفتتاح وتنظيف هذه المدينة مساهمة الأطفال أيضا في تنظيف وتأهيل مدينة ألعاب الموصل هي إشارة إلى أن تنظيم داعش لم ينجح رغم جميع أساليبه الترهيبية في أن يزرع أفكاره الظلامية في عقول أبنائها استراحة جديدة مشاهدين نعود بعدها لمتابعة ما اخترناه لكم من أبرز تقاريرنا الحصرية خلال الأسبوع الماضي تقصيا للحقيقة مرحبا بكم ناجي بوحسن سائق السيارات اللبناني حقق نجاحا عالميا ورقما قياسيا بقدرته على تحريك خمس سيارات في آن لفتتنا هذه الموهبة إن صح التعبير التي استلزمت الكثير من التدرب والجهد فالتقينا ناجي الذي دخل بهذه الحركة القماسية كتاب جينيس للأرقام القياسية المزيد في التقرير التالي على وقع هدير خمسة محركات حقق ناجي بوحسن سائق السيارات اللبنانية نجاحا عالميا ليسجل اسمه في كتاب جينيس للأرقام القياسية لقدرته على تحريك خمس سيارات في آن المعنى وذلك بعد تمارين استغرقت سنتين تطلبت الكثير من الدقة والمهارات الميكانيكية عند التنفيذ بالمبدأ هو هذا شيء بيصير شيء إذا بدك روحي بيني وبين السيارة لأنني قد ما صرت متعيش معها صارت شقفي مني فأنا بطبيعة الحال مستعمل إشياء أكوة بيستعملهم بالسيارة بخلي الكيدون يقفل بخلي الفرام دولاب معين يقفل بخلي دعس البنزين يقفل وبفتح الباب وبنزل هلأ هذه الشغلة بيصير بدأ شوية تكنيك كيف دعسة إجري وما لا تكون أنا عم بنزل أنا عم بطلع بصير بترك أول سيارة بروح لاب تاني بعمل نفس الشي وبرح لاب تالتي ونفس الشي لربا بس هذا الشيء بده يكون كثير سريع لأنه ما تنسي السيارة بتكون متهرة عم يبروم سريع عم تعمل بيرن اوت يعني بتلحق قبل ما يخلص الدولاب بتلحق قبل ما تحمل السيارة قبل ما يصير معي أي شي مش طبيعي قيادته لسيارات انتقلت من هواية في الشارع إلى احترافية عالية مسكولة بالمهارات والخبرة والسلامة ناجي كيف كانت البداية؟ أول شي كانت إذا بدك من شاء نكون صراحين كانت من الشارع كنت أنا شفت مثلها شباب إذا بدك اللي بتشفت على طريقة لبنانية كنت أنا شفت بالشارع لا حينما لقيت أنه عندي موهب معينة قدر استغلها وأطلع من الشارع لأنه بتعرف الشارع بسبب خطر لألي بسبب خطر لأخرين وصرت أنا أبتكر إشياء أعملها صاروا يعزموني الشركات أو الأشخاص اللي يعملوا إيفانتات كبيرة يفتتح لهم طريق أو أعملوا مستانتشو وبلشت القصة معي فصارت مثل أقولوا أطمح لأشياء أكتر وأكتر وقلت أنه بدي أعمل شي بصمي قد يكون لبنان على موعد سنويا مع نجاحات أخرى يتحضر لها ناجي بسبع سيارات على طريقة الستانتشو أو بعرض استثنائي من سيارتين بطريقة فنية إبداعية بدي أتمنى تمنى خاص من باركم على الدولة اللبنانية بس على القليل تلتفت لهالشباب وهالمواهب اللي عندنا موجودة على القليل تأملهم صحات لأقدروا الشباب يتمرنوا فيها يعني يكفينا يخسرنا كتير شباب بالشارع من نطلع من الشارع يروحوا على صحات معينة يتسلوا فيها وبنفس الوقت أنا بدي خلي الشعب اللبناني والعالم كله ينطر كل سنة أنا بقعدهم بريكورد ويحكون كل ريكورد يمكن إكستريم وكريزي أكتر من الريكورد اللي عملناه هون وفي ريكورد زيحكونوا مش معمولين أبداً بالعالم وأكيد كله إخوات وجنون فإن شاء الله الله يوفقنا ومتكلينا ع الله ويلا أراكم باي باي مجدداً يدخل لبنان موسوعة جينيس للأرقام القياسية وبتفوق ناجب حسن اسم جديد يضاف على لائحة الأشخاص الذين جعلوا لبنان رقماً صعباً في عالم السيارات لأخبار الآن تريسي أبيانتون لبنان من لبنان إلى السعودية الآن تحديداً إلى عسير هناك يشتهر فن القط وهو فن عسيري أصيل برعت فيه نساء المنطقة على وجه التحديد هو فن نقش المنازل من الداخل بأشكال هندسية وألوان متنوعة تعبر فيه المرأة عن ذوقها ونظرتها الجمالية وكأن تدل على شخصيتها تماماً كفرش المنزل ومتممته أخبار الآن زارة عسير القط أو فن نقش المنازل من الداخل هو من ألوان الفنون التي تشتهر بها منطقة عسير وخاصة بلاد رجال ألمع وهو يمثل فن مستقلاً له دلالاته الاجتماعية إذ يعرف ذوق المرأة من خلال تزيينها لمنزلها والقط أو النقش هو عبارة عن خطوط وتشكيلات جمالية ونقوش ذات أشكال هندسية يقوم بعملها نساء متخصصات في هذا المجال هذا الإبداع لم يتعلمنه في مدارس فنية راقية أو معاهد متخصصة وقد استخدمت المرأة العسيرية في عمل هذه النقوش الألوان التي تستطيع تكوينها من خلال العناصر الموجودة في بيئتها جسد أكثر من جدارية في مطار أبهاء في قرية المفتاح التشكيلية عملت عملين في عندي حدود ثلاث لوحات عملت ووثقتها لكي يبقى أمام الناس وأمام الزوار وأمام الأجانب والوفود اللي يزورون منطقة عسير يسألون عنه بكثرة عملت لوحة واحدة كذلك تجريد رمزي للقطة العسيري دمشت بين الألوان بين عناصر القطة والثلاثات المستطيل الحضية لها مسميات كثيرة وفن القط هو عبارة عن رسومات ثات أشكال هندسية تقوم بها نساء متخصصاتهم في هذا المجال تقوم الفكرة على العناصر الموجودة في بيئة المرأة قديما وحاليا تستخدم الدهانات العصرية هو فن نسائي بحت في الماضي وما زال في الحاضر فن نسائي كثير من الفنانين وظفوا هذا الفن في أعمالهم عمل ثلاثة جداريات وضعت في الأمم المتحدة وكان الأستاذ علي مغاوي والفنانة فاطمة الألمعي مصاحبين لهذا العمل فن القط العسيري ليس له شبيه في فنون العالم فهو أحد الفنون الجدارية المعروفة يقوم على رسم خطوط رئيسية مستقيمة أفقيا وعموديا عبارة عن نقش جنوبي بمنطقة عسير وهو تراث قديم وأصيل وأنا اهتم بالنقش وكان أمهاتنا زمان يهتمون في هذا الفن كانوا يستخدمون الألوان الطبيعية مثل الحجار والتراب فن جميل صراحة وممتأ ولقد أبدعت المرأة العسيرية في وضع النقوش والألوان بفترتها ونظرتها الجمالية نحو الأشياء فعبرت من خلال بساطتها عن فن فريد لفت انتباه عدد من الدارسين الذين عملوا على دراسة هذا الفن ومعرفة جذوره التاريخية بهذا مشاهدين نصل إلى ختم حلقتنا دمتم برعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة